دخلنا عليك بوجه الله قل يا أخويا قبل ما تكتب عليها ما تعرف معنى هذه التوزيعية نطقها جيدا هي التوزيعية باللغة العربية سمعتيني وهذه مهمة بثافة التي تدخل لترسيك وفاكتوريزازيو قبل ما نبدأها سأعطيك واحد نقطة المهمة بثافة وركز معي الله يرضي عليك وهذه الحركة إذا كان لدي بعض العدد كمضروف يمكن أن نكتب أيضا كمضروف أو لا نكتب كمضروف مزيان ولكن لا تنسى هذه الحركة هم حرف دمام إذا كان لدينا ثلاثة اللي هو رقم مضروب في العدد يمكننا أن نكتبه ثلاثة نقطة ويمكننا أن نكتبه ثلاثة مزيان هذه الشهادة مني تكون عندي إما الأعداد أو إما رقم مع عدد مزيان يمكنك بالأخير إذا أراد هي ثلاثة أو إما أنتي تكون الأرقام في تنسى ثلاثة ثلاثة فجوش كتطينة السا ما كان قولوش ثلاثة فجوش هي 32 خاطئ ارد البال هذه القضية دي مزيان وغندوزن شرح لك الديستريبيتي بيش تخلق لك العقلك مزيان مبايم اركز اركز معي مزيان اسمع ليه اذا ما تتيش لايك اركز قائرة يوم عشاري قل لك ابي سي صندينو بغديسيمو هذو اعداد اليوم عشارية اذا عدنا كمضروبة بين قوسين في ا زائد بي تعني ان هذلك هذي كندربوها في ا كندلو الاشارة زائد عودين هذلك كندربوها في بي واضحة انا عطيك مثال بيش فهم زيان مثلا عدنا جوج مضروبة في اكس زائد واحد كتساوي دينا هي جوج مضروبة في اكس زائد جوج مضروبة في واحد واضحة بيان مازيان اما الى كان عندك كا عامل ميك نقول لنا عامل يعني كان عندي ضرب كا مضروبة في ا يعني كا في ا ناقص هايا كا في ا والاشارة ناقص عوديني كا في بي هايا كا في بي سهلا مثلا ميتان ثلاثة عامل اكس نديلك هنا يفي باش مي تقول لي ايش عالش مي ترتيعاش ثلاثة في اكس ناقص جوج تتساوي هي ثلاثة في اكس ناقص ثلاثة في جوج بي بينا هاا هي التوزيعية ما كنش حاجة اكتر من هاك فهمتها مزيان ها شي اللي كان ثلاثة في التمرين هذا غنحاول نخليك واحدة تمرين تطبيقي وغادي نشوفك انتق واش راك ناضي ولا ما نعطيش ولكن قبل ما نعطيك التمرين خاصة اكتر دبائلك مزيان من هذه العملية يعني غنديل لك كل وحدة والدور ديالك يعني لكنا في هذه النقطة هذه ومشينا لهذه النقطة او لك العكس كنا في هذه النقطة ورجعنا لهذه النقطة انا عطيك مي تال باش فهم زيان لان مهم بزيان فهذا لا تستخدمي تيبي مثلا مقطع ثلاثة ناقص نعود عليك عديدك عندك ثلاثة مضربة فكس ناقص واحد ما تزعب لنا قيدناه ابقاءác ثلاثة مضربة فكس ناقص ثلاثة مضربة 1 مازيان واذا تبقاؤنا لك انتر studies ثلاثة مضربة ا في ايكس ناقص ثلاثة مضربة سوف يقول ماذا قدي ن Hua ثلاثة عاملة ناقص واحد وغادي التي نضيف نشرحه كمين عنده هنا زائد كندير زائد او اللي اللي كانت عنديه ناقص كندير ناقص هاتش اللي بغيتك تسعقل عني غادي نعطيك هاتش تمالين او هم اللي غادي نشرح فيهم زيان هاد العلاقة هذي ديان يلا عيش معايا فهذا العملية شنو قلنا انديرو تساوي قلنا هاد العدد كنضربه فدع يعني جوج مضرب في ثلاثة كنديرو الإشارة لدخلانية زائد جوج مضرب في ربعة اكس واضحة حنايا قلنا نديرو بلا ما نكمل وحساب ديان إلا جينا نكمل وحساب قلنا في لابخي وغيتك الكالكيل كنصبقه الضرب على زائد إذا هذا الضرب هو الأول هادي نصبق هذا وإلا كانوا عندي الضرب في نفس العملية كنحسبهم سيميلتانية مقلية يعني بجوجهم في دقة واحدة هاد ووحدهم يستا زائد وهذا كنضرب العدد في العدد اللي هو ثمانية اكس وهذا ما تتجمعوش يبقى عندي بحالك مازيان ولكن دابا إلى عندي بالعكس هان بيلك عملية أخرى بالعكس ماشي بحالك ولكن بحال هادي اللي مكتوبة بحالك هادي شنو معنيتها معنيتها سيدي هي سبعة مضربة في اكس ناقص جوش مضربة في اكس كما قلنا شكولك يتعاود لنا هو اكس هذان غندلو لي اكس عامل سبعة ناقص جوش وفي الأخير غادي نحسبوها وغلقوها هي خمسة اكس حيث الأسباق هي الأقواص وهذه الشرانة قلتوا في لابخي وغيتك الكالكيل في الدرس اللي قبل هذا أخوة لما فهمت بصورة أخوة وتصنع الفيديو مزيدين مزيد لأن الفيديوات عندك أخوة أونشيني مربوطين شي معاشي إذا انت اللي هنا تنخليك على خير ومرحبا بك في عرض نتنادي الشهر مجاني معلكت تحقق الشروط للعرض ومرحبا بك في المجموعة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر